لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين عقل المسا عزيزي مشاهدي برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يعبد عدما وحلقة النهاردة هتكون تلخيص للأربع حلقات اللي فاتوا بدون ذكر مراجع واللي عايز يرجع للمراجع يشوف الحلقات اللي فاتوا مع تنويه أننا في آخر الحلقة هضيف إضافات مع ذكر مراجعها فأول حلقة هتكلم فيها في الحلقة رقم 66 وكانت بعنوان اختلاف معنى التوحيد بين الأشعارة وأهل السنة وذكرنا أن الأشعارة هم خليط من مجموعة بدعة الأغلب عليهم أن هم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جبري في باب القدر وأما في الصفات فليسوا جميع مهضة بل فيهم نوع من التجعهم وشوفنا أن بمعادلة بسيطة أن الإيمان بالله زائد أفعال الله زائد صفات الله بتسوي التوحيد وإحنا أثبتنا أن الإيمان بالله أن ابن حجر مرجئ وده أثبتنا في الحلقات اللي فاتت وأثبتنا أفعال الله أن ابن حجر جبري وقدري وأثبتنا صفات الله أن ابن حجر جهمي لأنه بين في كل الصفات إما بالتأويل أو بالتفويد يبقى بمعادلة بسيطة الإيمان بالله بين كسين الإرجاء زائد أفعال الله بين كسين الجبرية والقدرية وكمان المجوسية زائد صفات الله بين كسين الجهمية هيساوي التوحيد قدامه علامة استفهام يا ترى نوع التوحيد ده هيكون إيه غير خليط من الإرجاء والجبرية والقدرية والجهمية وبعدها تكلمنا عن ابن حجر وبيشرح التوحيد عند الجهمية وقال أن الجهمية وغيرهم من المبتدعة ما أنكرواش التوحيد أو ردوه ولكن اختلفوا في تفسيره وقال أن الجهمية محدش اختلف أن هما بين في الصفات وطبعا ده عن طريق التعطيل وبعد كده بيقول أن أبو حنيفة قال أن من مبلغة جعب في نفي التشبيه أنه قال أن الله ليس بشيء وأن التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات الإلهية طيب هما ليه بين في الصفات علشان قالوا لو أثبتنا الصفات لله كده إحنا هنشبهه بخلقه وتشبيه الله بالمخلوقين ده بيكون شرك وبكده المعتزلة وفق الجهمية في نفي صفات الله وفي الحلقة رقم 67 وكانت بعنوان اتهام ابن حجر بتعدد الإلهة عند أهل السنة وقال كده فيها أن أصل من أصول المعتزلة الخمسة التوحيد والتوحيد بالنسبة ليه من نفي الصفات يثبت الاسم وينفي الصفة يعني إيه؟ يعني سميع بلا سمة بصير بلا بصر لأنه بيعتقد أنه لو أثبت الصفات الله على حققتها يبقى بيعدد الآلهة وهكذا بقى الصفات وده اسمه سلب الصفات واحدين رح قال لنا وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل وطبعا أصد ابن حجر بأهل السنة هما مين؟ هما الأشاعرة ورد البراك أن الجهمية والمعتزلة التوحيد عندهم هو نفي الصفات لأن عندهم اللي يثبت الصفات بيكون من المشبهة وقال كده وقد شاركهم الأشاعرة هذا المعنى فأكتر الصفات وشفنا أن ابن حجر وقع في نفس البدعة في تفسير التوحيد ونفع الصفات عن طريق التأويل والتفويد وفي الحلقة رقم 68 وكانت بعنوان ابن حجر يدعو إلى الحياة شفنا أن المعادلة اللي قالها ابن بطال في فتح الباري ونلاحظ أن ابن بطال قال كل أقسام التوحيد قال إيه زات الله زائد أفعال الله زائد صفات الله بتساوي أو بتدينا هي نفسه معادلة التوحيد اللي قلناها في الأول الإيمان بالله بنقصين الإرجاء زائد أفعال الله بنقصين القدرية والجبرية زائد صفات الله من قصين الجهمية بتساوي التوحيد وطبعا قدامه علامة استفهام وطبعا ناتيجة المعادلة دي أنهم موحدوا إيه اللي شيء أصلا لأنهم سلب الصفات عن الله وابن حجر بيرجح التفويد على التأويل ليه لأن اللي بيقول بالتأويل بيقول أن كلامه مش جازم والتأويل ده بيكون بما يحتمله النص عشان كده بيكون مش جازم وكل واحد بيأول على فهمه لكن اللي بيفوض بالنسبة لابن حجر كلامه بيكون جازم اللي بيفوض بينفي الصفة ويفوض معناها وخدنا مثل زي الاستواء على العرش بينفي الاستواء ويفوض المعنى كده بيكون جازم عند ابن حجر وابن تايمية رح قال أن التأويل ده بيعتبر أو بيكون تحريفه إلحاد ولأن ابن حجر بيرجح التفويد على التأويل شفنا أن ابن تايمية قال أن التفويد شر مقالات أهل البدع والإلحاد وبكده ابن حجر رجح نوع من الإلحاد على نوع تاني من الإلحاد وفي حلقة رقم 69 وكانت بعنوان أهل السنة يجسمون الله وشفنا في الحلقة دي أن ابن حجر ادعى على أهل السنة أن هما بيقولوا أن الله عبارة عن جسم وأن لازم الجسم ده زيت وشفنا وهنشوف كمان الشيخ الأصهر وهو بيزبط لنا كلام ابن حجر لأن الشيخ الأصهر طبعا أشعاري خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي كاي لكن تلاحظوا النقطة اللي هما بيضللوا بيها أولا ما سبت أن السلف كانوا يقولون لله يد الجميع كان متفق على أنه المعنى الظاهر لهذا اللفظ اللي هو يدان ونسية وكذا المعنى الظاهر الأولاني الذي يوضع لهذا اللفظ اللفظ الهد وضع أولا للجارحة كانوا يقولون هذا غير مراد هذا غير مراد تجي تسألوا بعد كده ما المراد إذن بكلمة يداه وسبتان يقول لك الله أعلم المراد أنا كل اللي أعرفه أنه ليس لله يد كأيدينا أبدا إنما ماذا تعني كلمة يد أنا لا أعلم يجي الخلف بعد كده يقول لك لا أنا أعرف أن اليد هنا معناها القدرة هذا اللي بيفرق بين الاثنين الاثنين بيفترقوا في الخطوة التانية إنما الخطوة الأولى الجميع متفق السلف وخلف وهو أن اللفظ المعنى الظاهر المعنى الأولي لهذا اللفظ المتشابه ليس ثابتا لله سبحانه وتعالى وإلا الإمام أحمد ما كان يؤمن أن لله يدا كأيدينا أو أن لله يد فيها أصابع أو أن لله يد فيها أظافر أو أن إلى آخر وما كان يؤمن أنه يضحك بمعنى أن له أسنان ويبتسم أو له عينين فيها حدقة أبدا معاذ الله لم يكن هذا اللي يعبد كده ده يعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا وهنا شيخ الأصهر زي ما شفته بيقول ما ثبت أن السلف قالوا إن لله يد جارحة وإن اليد دي لو جارحة هذا ليس مراد ولو سألته بعد كده طب ما المراد إذن بيده مبسوطة يرد يقول الله أعلم بالمراد وكل اللي عرفه إن لله ليس له يد كأيدينا أبدا لكن ماذا تعني كلمة يد؟ قال أنا لا أعلم وبعدها اتكلم عن الخلف ورح قال إيه؟ إنهم قالوا إن معناها القدرة والخطوة الأولى الجميع متفق فيها سلف وخلف وإن لله إيه؟ يد لكن الخطوة التانية اختلف فيها وبعدها اتكلم عن الإمام أحمد وبيقول كده ما كانش بيؤمن إن لله يد أو أصابة أو إنه بيضحك أو إنه ليه عينين وطبعا اللي بيعبد كده ده بيعبد إيه؟ جسم وطبعا ده نفس كلام ابن حجر بيدعى لأهل السنة إنهم لو أثبتوا الصفات دي الصفات الخبرية يبقوا بيعبدوا جسم وطبعا الإمام أحمد بن حبل ما قالش بالتفويد المعنى ولكن بتفويد الكيف وفيه فرق إحنا شرحنا قبل كده فحلقة كانت برقم 52 بعنوان ابن حجر يجاهل الصحابة وشفنا فيها إن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويد كذبوا على السلف وإبن تيمية رد وقال لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفز الجسم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثبتا وشفنا كمان رد الشيخ البراق وقال إن أي حد يقوم بنفي الجسم معنا الله يعرف على طول إنه من المبتدعة سواء جحمي أو معتزلي أو أشعاري وأكد إن أهل السنة لا يطلقون لفز الجسم على الله نفيا أو إثبتا وإن الجحمية والمعتزلة لو أثبتوا الصفات على حقيقتها بكده هيثبتوا الجسم لله علشان السبب ده رح عملوا إيه رحوا نفوا الصفات عن الله حذرا من التجسيم والتشبيه وسموا نفي الصفات توحيدا يعني التوحيد عند ابن حجر هو إيه هو التعطيل زي ما نقلنا كلامه في صحيح البخاري كتاب التوحيد بيقول إيه أما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل يعني ابن حجر افترض إن فيه تشبيه وفيه تعطيل وبدأ ابن حجر بتشبيه من اختراعه وقال ننفي التشبيه بنكوسين طبعا الافترادي علشان ننفي التعطيل وننفي التعطيل طبعا هو إيه نفي الصفات يعني تعطيل برضه وهنروح كمان لشرح كتاب التوحيد لابن خزيمة بيقول فكل معطل مشبه باللزوم مشبه باللزوم لأنه شبه أولا فخشية من إثبات التشبيه فقال يد الله كيد البشر عين الله كعين البشر لا ليس له يد ولا عين فعطل خوفا من التشبيه وبيقول كده بيقول إيه اللي بيعطل قبل ما بيعطل بيشبه في الأول فيقول كده يد الله زي يد البشر أو عين الله زي عين البشر لا ليس له يد ولا عين فرح أحطل علشان خايف من التشبيه وده اللي عمل ابن حجر عطل خوفا من التشبيه وهنروح لكتاب الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية بيقول فيها إيه وقد قال المتكلمون من الأشاعر والمعتزلة والكلابية والماتوريدية وبعض الرافضة والفلاسفة أيضا بنفي الجسم عن الله من باب التنزيه بزعمهم حتى جعلوا انتفاق الجسمية عن الله زريع الانتفاق الصفات عنهم لأنه لو قامت به الصفات لكان جسما وهو منزه عن الجسم لأنه يعني المركب والمؤلف من الجواهر المفردة وهنا طبعا معنى الكلام إيه معنى الكلام إن كل المبتدعة من الأشاعر وغيرهم من الأسماء اللي اتذكرت في المرجع نفوا الجسم عن الله وعملوا كده علشان إنهم كده يعني بينزهوا الله ومن المنطلق ده خدوا حجتهم بنفي الصفات عنه وقالوا إحنا لو قلنا بالصفات لازم الصفات دي يكون لها جسم وهو منزه عن الجسم والسؤال دلوقتي هل ابن حجر فعلا كلامه صحيح زي ما قال في صحيح البخاري كتاب التوحيد في فتح الباري وشارح سالة البخاري بيقول إيه وأهم أما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل نفي التشبيه يعني زي ما قلنا قالوا إن يد الله دي تشبيه وإن اللي يقول لله يد بيشبه الله بخلقه ونتيجة التشبيه تعطيل الصفات هل ده توحيد هل هناك شيء اسمه توحيد إله ليست له ذات ولا صفات ولا أفعال ده سؤال لكل مسلم هل أعظم شارح لأعظم كتاب بعض الكرآن يكون مش موحد بل وملحد ودايما ابن حجر يقول على المزاهب بضعة ونلاقيه هو يقع في نفس البضعة وهنشوف نتيجة الكلام ده في الحلقة الجاية تابعوني في الحلقة الجاية وألتقي بيكم مع حلقة جديدة من حلقات النقل أب العقل لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين عقل المساعد ترجمة نانسي قنقر